زمن بعيد قبل مئات السنين كانت أوروبا تعيش في ظلام دامس كان كل شيء يبدو بلا أمل الحروب أكلت الأخضر واليابس والجوع ملأ القرى عاش الناس خائفين ينتظرون من واقعهم القاسي لكن في إحدى المدن الإيطالية كان هناك شاب يدعى ليوناردو يعيش في مدينة فلورينسا كان مختلفا عن غيره لم يكن يبحث عن الحرب أو المال بل عن المعرفة كان يرى العالم بشكل مختلف كان يشعر أن هناك شيئا أعظم ينتظر أوروبا في تلك الورشة التقى ليوناردو بعبقرية الفن حيث بدأ يتعلم أسرار الرسم والنحت هنا بدأ العالم يتغير كان الفن وسيلة لفتح الأبواب نحو عالم جديد نحو عصر لا يشبهه ما قبله قال أستاذ الفن إلى ليوناردو يوما ما يا ليوناردو ستغير رسوماتك العالم لم يكن الفن هو الوحيد الذي غير أوروبا بل كانت العلوم تقود ثورة جديدة في مرصد صغير بإيطاليا وقف جاليليو وأقر بأن الأرض ليست مركز الكون إنها تدور حول الشمس هذه الفكرة لم تكن مجرد اكتشاف علمي بل كانت انقلابا على كل ما كان يعتقده الناس لكن التغيير لم يكن سهلا السلطة لم تكن مستعدة لقبول هذه الأفكار الجديدة كان على جاليليو والعلماء الآخرين أن يواجه المقاومة ولكن كان الأمل في التقدم أقوى من أي قوة تحاول إيقافه مع مرور زمن بدأت أوروبا تستيقظ الفن العلم والفكر انتشروا في كل مكان النهضة لم تكن مجرد فترة زمنية كانت ثورة في كل شيء أوروبا تحولت من الظلام إلى النور وبدأت ترسم ملامح العالم الحديث رحلة النهضة لم تكن سهلة لكنها كانت ضرورية من ظلام الحروب إلى نور المعرفة استطاع هؤلاء الرواد أن يغيروا التاريخ إنهم جعلوا أوروبا تنبض بالحياة من جديد هل تسألت يوما كيف يمكن لفكرة صغيرة أن تغير العالم ربما تكون أنت الفكرة القادمة النهضة لم تنتهي بعد بل مستمرة في كل فكرة جديدة وكل اكتشاف فكن جزءا من هذا التغيير سلام